مرحبا بكم في سنة سبعة السيسي اليوم ان شاء الله لكي نرى فرض مراقبة عدد واحد في مادة العلوم الفيزيائية الثولة في الثاني قبل ما نبدأ و لا تنسى اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اضعوا اشتركوا في القناة و اقتراحاتكم في القناة احبنا اعطيك نصائح لكي تستفيد من الفيديو هذا اول حاجة انك تركز معي بالجداد ثاني حاجة انك تكمل الفيديو للاخر باش تستفيد منه ما نطولش عليكم يلا ايجاوا و شوفوا الفرض هذية مع بعضنا التمرين الاول اكمل الجدول التالي بوضع علامة ايكس في الخانة المناسبة حسب الخزائز التي تميز بها كل جسم الهواء قطعة حديد الرمل الحليب له شكل خاص له حجم خاص او له حجم متغير له شكل متغير اذا الهواء له شكل خاص او حجم خاص حجم متغير او شكل متغير الاجابة الهواء خطر الهواء الحليب عندها شكل خاص بها وعندها حجم خاص يعني الحجم مش متغير به الرمل له شكل خاص له حجم خاص له حجم متغير له شكل متغير أنا هي الخانة اللي تجي فيها الرمل له حجم خاص وله شكل متغير الحليب له شكل خاص له حجم خاص له حجم متغير له شكل متغير أنا هي الخانة اللي تجي فيها ما هي الخاصية الأخرى التي يتميز بها الهواء عن بقية الأجسام شنية الخاصية الأخرى اللي موجودة عند الهواء ما هيش موجودة عند بقية الأجسام إجابة على السؤال الثاني الخاصية التي يتميز بها الهواء عن بقية الأجسام عفوا هي قابلية الانتشار والانضغاط والانبساط ما هي؟ أجب بصحيح أو خطأ أمام كل مقترح تتخذ صفحة السائل الراكد شكلا مسطحا مائلا خطأ لمجموعة من الكجات شكلا خاص لا يتغير خطأ قطعة السكري جسم صلب متماسك تتميز بحجم خاص سواب نشوف التمرين الثاني من خلال التجربة الأولى استخرجوا كتلة المخبار المدرج فارغا الإجابة 42 جرام 2 استخرجوا كتلة المخبار المدرج من الكحول 88 جرام أحسبوا كتلة الكحول إذن العملية 88 جرام طارح 42 جرام تساوي 46 جرام حدد حجم الكحول 45 مليلتر من خلال التجربة الثنين حدد حجم قطعة الحديد باستعمال المخبار المدرج الإجابة 40 مليلتر طارح 30 مليلتر تساوي 10 مليلتر وهذه هم أوراق الأصلاح الخدمة الكل تلقاوها في الجروب في الفيسبوك متاعنا تلميذ الناجيب الرابط أسفل في صندوق الوصف سكرنا على الموتى بانت لقناها الله في الفيديو سيد و دارة سيد ترجمة نانسي قنقر